وغير بعيد من هذا النشاط التربوي وبقطاع التعليم في المرحلة الأخيرة في ولاية إنشيري تطوراً مهماً لانعكس على البنية تحتية المدرسية وكذا التواقب التربوية وقد شهد هذا العام افتتاح المدرسة الجمهورية وتشيد المدرس ليعم التعليم وينعم به الجميل موامة مع متطلبات العصر وتماشياً مع الحداثة أصبحت المدرسة العمومية بهذا الشكل الهندسي استراتيجية سعت الحكومة الموريتانية على تعميمها على عموم التراب الوطني لجعل المدرسة الجمهورية في شكل يليق بها وتطويراً للبنية التحتية المدرسية وتوفير الطواقم التدريسية في جميع المدارس ليعم التعليم وينعم به الجميع وجد في ولاية إنشيري حوالي 22 مدرسة عمومية في جوجة توجد 13 مدرسة 13 مدرسة ابتدائية في مقاطعة جوجة و10 في بن الشاب وكذلك توجد ثلاث مدارس خصوصية في الولاية موجودة في مقاطعة جوجة المركزية إذن بالنسبة للتعليم الأساسي يؤثر من طرف عدد من المعلمين 140 معلم ميدانيين مؤثر من طرف المعلمين ولا يوجد نقص أبداً في المعلمين إذن كل تلميذ في الولاية في قاعة يوجد أمامهم معلم ويجلس على طاولات وكل المدارس توجد في وضعية جيدة تم الترميم أغلب المدارس في السنة الماضية نتيجة للترميم الذي قامت به وزارة التهذيب الوطني فهذه إذن وضعية جيدة الآن وفيه مدارس جديدة فمدرسة الكدية تم بناؤها في سنة 2021 وتم افتتاحها في سنة قبل الماضية 2021-2022 وهي موجودة ومدرسة جديدة حسب القائمين على العملية التربوية في أكجوجت تم توفير جميع المستلزمات المدرسية بما فيها الكتاب المدرسي لجميع المراحل الدراسية المدارسي من حيث التجهيز هي في ظروف جيدة كل التلميذ يجلسون على الطاولات ليس هناك تلميذ واحد إلا الله يجلس على الطاولات إذن الطاولات متوفرة والكتاب المدرسي متوفر والزي المدرسي كذلك لأغلب التلاميذ كانت نسبته تغطيته 30% للتلاميذ لكن بمساعدة جهة التي وفرت لنا بعض هذه الملابس أصبح حدود 60% من التلاميذ يقتنون هذا الزية المدرسية وبالتالي أعتقد أن الحال هناك تغطية شاملة للتعليم ليس هناك قسم إلا أمامه معلم كما تم ترميم بعض المدارس القديمة في المدينة التي زينت جدرانها بلوحات كتبت على إحداها الوقت هو الحياة فتذكر أهميته وحافظ عليه بالمفيد من القول والعمل أحمد محمد الحافظ الموريتانية مدينة واك جوجت